أستاذة مريم نعوم طبعا المتتبع لمصارك في العمل الفني دايما لكي اهتمام بالمواهب الجديدة هذه المواهب التي قد تكون في مكان بعيد لكي مبادرة أعتقد للكتابة في الصعيد مضبوط يعني كنت بتكتشفي مثلا كاتبات جديدات ولا يا لا هو ما كانش ده الهدف أوي هي الفكرة أن أنا كان نفسي أسافر محافظات الصعيد أعمل ورش عشان الشباب اللي مهتم بصناعة السينما يعرف شوية معلومات وبالتالي ياخد قرار عايز يشتغل في الموضوع عايز يتعلم أكتر يعني ورش تعليمية تعليم كتابة سيناري تعليم ثم للأسف الموضوع صعب لأني صعب شوية أنزل كل المحافظات يعني ما عنديش الوقت الكافي نعمل ده إلى أن طلاقة يعني الرغبات ما بيني وما بين نتفليكس إن هم كانوا عايزين يدعموا مبادرة ما فقلت لهم أنا دي المبادرة اللي عندي اللي حب أشتغل عليها أني بدل بقى ما أنزل المحافظات إحنا نعمل ورشة البنات السعيد نجيبهم القاهرة أسبوع فعملنا زي قال كده بنبعت للجامعات والبعض الجامعيات كده يرشحوا بنات واتقدم معدد كبير من البنات اخترنا منهم تليفزيونية روائية وكتابة روائية كتابة خواطر إزاي عبروا عن أفكارهم من غير ما يبقوا قلقانين واشتغلنا معاهم بعديها أونلاين لفترة طويلة وكتبوا أفلام قصيرة في مجموعات ونتيجة الورشة كانت ثلاث أفلام قصيرة من تأليف البنات أفكارهم كتبوها تحت إشرافنا في سرد وفي منهم بعض البنات لقوا طريقهم في المجال يعني وفي أخريات لقاء أو قرروا أنهم مش ده اللهم عايزين يعملوه وده في حد ذاته مكسب أنه في السن الصغير ده يعرفوا هم عايزين يعملوا إيه حد يساعدهم يقول لهم لو أنتوا عندكوا كده حلم تجاه السينما هي دي السينما فهل حلمكم ده فعلا حقيقي ولا ده مجرد وهم فبالتالي يركزوا في حاجة تانية ففي الحالتين هو مكسب